ابتدأ الهجوم من جنة عدن في سفر التكوين وواصل هذا الهجوم في تكوين أربعة وفي طفان نوح إلى آخره ابتدأ في سفر التكوين مع هوى عن طريق الخداع والكذب والإغواء والإسقاط في الفخ كل غرضه من البداية من بداية التكوين تدمير العيلة تدمير الزواج تفكك الأسرة عن طريق الطلاق تدمير الأولاد وتفكك كل مش بس الأسرة وكل ما يتبع في الأسرة فبعض الطرق اللي بيستخدمها أحبائي أول شيء الانقسام قال رب يسوع بيت منقسم على ذاته لا يثبت فأي بيت منقسم رح يتدمر رح يتحطم على فكرة الانقسام لا يحدث بين عشية وضحاها بيخذ وقت إنه مع الوقت يبعدنا يفصلنا تتحول إلى بغضة ثم إلى جدل ثم إلى عدم التواصل ثم أحباء الانشغال فقدان الأولوية النفور من الشخص الآخر برود في المحبة وتوصل الوضع إلى الخزلان في التوقعات ولو هذا اللي أنا توقعته من الزواج وحتى شو ما عمل أي طرف في هذا الزواج خلاص صار فيه نفور بيبطل يحب صوتها شكلها نومها أكلها طريقتها يعني بيصير خلاص يركز على أي شيء لأنه صار فيه نموء نفور للطرف الآخر الانقسام عادة بيجي بسبب الأنانية والتركيز على الذات وطبعا دايما الدوافع هو الكبرياء والعناد والتمرد شو العلاج لهذا الموضوع؟ التواضع مشكلة تانية بهاجمنا في الكذب فهو الكذاب مكتوب عن الشيطان وأنه يعني بعلمونا في مجتمعات الشرقية أنك يجوز تكذب على زوجتك لا هذا ضد الرب افحص كل شيء بدوء كلمة الرب الشيطان بيجعلك تفكر بطريقة كاذبة على زوجتك حتى تبغضها وتنفر منها شيء آخر بهاجمنا بالخوف إذا أنت خفت من الفشل على الأرجح سوف تواجه الفشل فالسؤال خلينا أسألك ما هي رؤيتك للزواج؟ لازم تكون في رؤية وتطلعات للزواج أسلوب الشيطان أحبائي هو التخويف حتى توصل لدرجة أنك تستنفذ كل طاقة حتى تيأس حتى تفقد الأمل حتى تظلك عايش تحت خوف مستمر مش عارف شو الوضع شو اللي رح يسير والخوف طبعاً إله عذاب وبيقود إلى الشكوك ويقود ويقود إلى مشاكل عويصة هذا الخوف بحولك خلاص أنت بتصير فريسي للشيطان بتصير إنسان كئيب تعيس يعني دايماً عندك حزن وغضب على كل شيء وأنا عاوز أشجعك اليوم خاف الله اللي بيخاف الله لا يخاف أي إنسان خاف الرب المكتوب عنه الذي يدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة أما خوفهم فلا تخافوا خوف العدو والخوف من العدو بشل حركتك بالكامل شيء آخر بيستخدمه الاستهزاء الاستهزاء هو التقليل والتحطير من الشخص مما يسبب الخوف وعدم الأمان يعني واحد دايماً في الزواج بتقول ليش في مشاكل وأنا حاسس إنسيكورتي عدم الأمان ما عنديش أمان عندي الإحساس خلص بصغر النفس أحباء الاستهزاء والسخرية أو التعيير للشريك يعني اللي بيعيرها بيعير إمها بيعير عيلتها بيعير أخوها أنت متزوج مرتك اتركك من أخوها أو إمها أو ابن عمها أو إذا عنده مشكلة أو مشاكل أنت تركز على زواجك فالاستهزاء بقود إلى التعيير أحبائي وهذا هو سلاح شيطاني مدمر بسبب الكراهية والعداء والنفور والغضب والمرارة والشكوك حتى ينهار الشخص ويتحطم كم من الناس اللي انهارت بس من الكلام اللي فيه تقليل وفيه سخرية وفيه استهزاء الشخص بيشعر يعني أحد الطرفين كأنه لا قيمة له يعني الحيوان صار يعني صار يحس أنه قيمته أحسن فأنا عاوز أشجعك اليوم استمر نتشجع نفسك بكلمات كتابية وأيضا شريك أو شريكة حياتك أحط نفسك خلي حواليك دايما مجموعة روحية مشكلة أخرى اللي بيستخدمه هاي مشكلة العصر 80% من العرب واقعين في هاي المشكلة الزنا الزنا طبعا وكل أشكال الشهوة الخيانة الزوجية كسر العهد مما يقود إلى الطلاق أيضا البونوغرافية الإباحية والصور الخلاعية اللي عادة بتدمر عيلي وبتدفع ثمن باهز جدا شيء آخر الاستمرار في الخطيئة مقصود خطيئة غير معترف فيها مما يضعف العلاقة الزوجية شيء آخر الصراع المرير والقتال المستمر على إيه؟ على الأمور المادية أي واحد بتخطب شاب إذا أنت نصيحتي إذا خطيبك بخيل كسر على طول قوعك تاخد واحد بخيل تتدمر حياتك الأمور المادية حبائي دائما إما الخيانة أو الأمور المادية طبعا وفيه طبعا خطايتان بس هاي بتشوفها بشكل مستمر أنه دائما المشاكل على الأمور للأسف على الأمور المادية فالأمور المادية طبعا بتدمر كل شيء في الحياة بيقول عنه الكتاب المال إله وفيه طبعا ناس اللي بتقولك أنا عند حساب هو عنده حساب هاي محتاج أنت فعلا لمشورة روحية من شخص متخصص واحدة من المشاكل اللي بيستخدمها العدو أحبائي كيفية تربية الأولاد بتقود لمشاكل كل واحد بيفرض عقليته إحنا في عقلية المسيح عقلية الكتاب المقدس بيصيروا يستخدموا لك الكرام والشرف والكبرياء والعقلية القبلية وأنا جاي من هاي البلد وانت من هاي البلد هاي العقلية يعني هذا هو الهجوم الأكبر على أولادنا أصلا من الأولى قاين قتل هابيل وبسبب روح يعني هاي النوع بسبب البغضة وروح الزنا والشهوة وبتقود لخطايا كتيرة شيء آخر وهون مشكلة كبيرة كبيرة هي الإهمال تعرفوا الإهمال اللي فيه كسل وعدم الاستقامة وعدم الأمان إنها واحدة من أشد المخاطر في الزواج المسيحي الإهمال بدمر كل شيء جميل في الحياة وهي الخطيئة اللي بتسبب خطايا كثيرة في الزواج واحدة من أكبر المشاكل في الزواج الإهمال شيء آخر الغضب أتكلم على الغضب المفرط يعني لأن الكتاب بعلمنا اغضبوا ولا تخطئوا لا تغرب الشمس على غيظكم يعني قبل ما تنام اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا عشان يكون في شفاء الغضب أنا بقصد هون عدم التحكم عدم ضبط النفس اللي بيصير كلام وشتايم ومسبات وفي ناس بتصل لدرجة أنه بتصير تكسر وتعمل أمور لا طليق في الزواج هذا الغضب لما بينفجر بيصير مثل بركان ثائر ولما البركان بثور صعب السيطرة عليه مشكلة أخرى أحبائي مشكلة الأنانية الأنانية محبة الذات لا يفكر بالشخص الآخر يقدم ويضح من أجل الشخص الآخر لما بتتزوج مكتوب حتى يفرق بيننا الأجل فإذا أنا أحبائي هذه الأنانية بتخرب وبتدمر كل شيء مشكلة تانية الشيطان بيستخدمها اللي هي بيسموها البلايم جيم اللي هو مشكلة الاتهام الأصبع دايما على الشخص لأنك أنت لو أنت ما عملت لو أنت سمعت لو أنت زي من أولها آدم قال له المرأة اللي أنت جبت لي إياها هي اللي جبت لخراب بالبيت فعلى طول حطت الأصبع على حوة وعلى طول حوة حطت الأصبع على الحي على الشيطان مشكلة الاتهام أحبائي مشكلة عويصة جدا ما حد بدي يعترف وهذا ناتج عن كبرياء كل شخص دائما أصبعه قبل ما تعمل أصبعك هيك في أربع أصابع بتوجهك بتوجهك لإلك أنت أنظر إلى نفسك أولا لألا تجرب شيء آخر الحياة السرية بتعرفوا أحبائي في الزواج في مشكلة كبيرة اللي هو إخفاء السر إخفاء السر يعني بكلمات أبسط هي الخياني بعيش حياة الغموض مش معروف عنه أي شيء حياته غامضة عدم الصراحة يعيش يعني والشخص الغامض كأنه بعيش في منطقة مظلمة والمنطقة المظلمة بيستخدمها العدو حتى يدمر الزواج المسيحي أنا أتكلم هاي الشياء طبعا من خلال علاقته مع الناس أكيد فيه أسباب أخرى اللي الشيطان بيستخدمها لتدمير الزواج المسيحي مشانك بيكره الزواج المسيحي اشتركوا في القناة